السلطات تحقق اعتداء وحشي على طالبي محجبي بمدرسة أمريكية بهذا الفيديو رح نتحدث نحن وياكم عن تفاصيل هذه الحادثة التقرير الذي صدر من المدرسة التحقيقات أيضا البيان الذي صدر من منظمة كير اللي هو عم بيطالب بتحقيق بموضوع أنه هيدا يكون هيت كرايم فنحن نتحدث عن ملابسات هذه الحادثة وكل ما يتعلق فيها في هذا الفيديو المهم جدا تحياتنا لكم متابعين ومشاهدين من قناة الأخبار معكم حسين هشم وحلقة خاصة من برنامج بشوف ما فينا نستعرب من خلالها الحادثة المأساوية التي حصلت في ولاية إلانوي وفي دواحي شيكاغو بالتحديد هذه الحادثة اللي صارت من يومين تقريباً واللي عم بتم تداولها بالصحافة الأمريكية والإعلام الأمريكي بشكل كبير جداً فيما يتعلق نحن عنا بالجالية دائماً نحن متحدث عن الموضوع يعني أول ما يطلعه بعد دائماً من ننسى للأسف الشديد بالتالي بأعتذر منكم فبالتالي بدنا نتحدث عن هذا الموضوع بالنهاية بدنا نوجه رسالة للجالي الموجودة بشيكاغو عن هذا الموضوع اللي هو في غاية الأهمية نتمنى منكم منو انتبعنا يتابعنا المتابعة مجانية وأيضاً نتمنى منكم تعملوا شير لهذا الفيديو لأهمية الموضوع المطروح وأيضاً تعملوا تاقل الأشخاص ثانيين لحتى يتابعونا خلينا نتحدث عن تفاصيل هذه الحادثة كما ذكرنا هذه الحادثة تم الحديث عنها في الإعلام الأمريكي بشكل كبير جداً ومتل ما شايفين قدامكم هلأ حالياً يعني هذه بعض المقالات والتقارير الإعلامية اللي صدرت عن هذا الموضوع إن كان بـ CBS News إن كان بـ Fox News إن كان بـ Chicago Sun Times أو بغيرة من محطات ووسائل الإعلام الأمريكية اللي كانت بتحدث عن هذه الحادثة فلتوصل هذه الحادثة ليتحدث عننا الإعلام بهذا الشكل معلقته في شي غلط في شي غلط خلينا نتفق على هذا الموضوع إنه في شي غلط خلينا نشوف الصورة اللي قدامنا وبعتزل عن هذه الصورة بس أكيد مش مبين وجهة للبنت ومش مبين شي اللي عم بيصير إخواننا إنه عم بتحقق الشرطة بـ Chicago بـ اعتداء على فتاة كانت بترتدي الحجاب بمدرسة متوسطة بـ إحدى ضواحي شيكاغو وصحيفة Chicago Tribune عم بتقول إنه الاعتداء صار نهار الخميس بمدرسة بمدرسة Glennside المتوسطة بـ Glendale Heights وفي مقطع فيديو هادي سكرينشات من مقطع الفيديو اللي إحنا أكيد ما راح فيني يعني أنا ما إلي قلب أصلاً أعرض هيدا مقطع الفيديو سراحة لأنه هيدا المقطع الفيديو بقطع القلب يعني كل واحد يحط على ولاده عم بيصير في هيدا الموضوع بيخوت سراحة وفي مقاطع مش مقطع واحد في مقاطع انتشرت من هذا الموضوع لطالب بهيدي المدرسة عم بيمسك البنت هيدا الموجودة قدامكم بالصورة من راسها وعم بيشلح الحجاب تبعها قبل ما يتفشع على الأرض بشكل مهين جداً واللي أكتر من هيك يعني اللي بيخلي راسك يسكر أكتر من هيك إنه هناك عدد كبير من الطلاب موجودين بالمكان وعم بيصوروا وعم بيتضحكوا وفي أكتر من زاوية للتصوير لهيدي الحادثة المئساوية اللي كانت عم تستهدف هيدا البنت خلينا نتحدث أكتر وأكتر عن هيدا التفاصيل لهيدي الحادثة نحن وياكم إخوانا مثل ما اتفقنا هناك عدد من الفيديوهات لهيدي الحادثة الطالبي هي عم بيقولوا بالـ 70th grade يعني هي بالصف السابع بهيدي المدرسة المتوسطة المدرسة عم بتقول إنه هيدا نحنا عملنا تحقيقات وهيدا حالة من التنمر نحنا وصلنا نسخة من البيانة الرسمي الذي صدر عن المشرف العام لهيدي المدارس يعني نستعرضوا نحنا وياكم ونترجموا بشكل عام ونتحدث عنه بس بشكل عام لإلمي إنه هي مدرسة جلينسايد مدل سكول جلينسايد المتوسطة بجليندل هايتس بولاية إلانوي وما في في عدة مشاهد بس ما في أوديو يعني ما في صوت لهيدي مقاطع الفيديو خلينا نطلع على البيان اللي حصلنا عليه من المشرف العام للمدارس بهيدي المنطقة اللي هي وقعت فيها هذه الحادثة مثل ما شايفين هيدا البيان الصحفي الذي صدر واللي قدرنا نحصل نسخة عليه صدر بتاريخ 29 يناير من يومين تقريباً وعم بيقول إنه هني عرفوا بهيدا الموضوع نهار السبت 27 يناير وإنه في تلميذ عندهم بالمدرسة تهجم واعتدى على تلميذ تاني وبالوقت اللي التلميذ البيئيين كانوا عم بيتفرجوا وعم بيصوروا وعم بيقولوا إنه هني على الفور بلشوا تحقيقاتهم فيما يتعلق بهيدي الحادثة وملابستة وكمان خبروا عن هيدي الحادثة لمركز الشرطة بمدينة غليندل هايتس وهني كمان بلشوا تحقيقاتهم الخاصة وعم بيقول إنه التلميذ اللي ظهرت بهيدي الفيديو إنه جسدياً ما صار عندها جروح يعني she's not physically injured وإنه هني رح يأمنوا له الرعاية والدعم النفسي اللي هي رح تحتاجه تمام؟ بيكمل هذا البيان خلينا نروح لتكملة تبع هذا البيان عم بيقول نتيجة التحقيق اللي قامت فيه المدرسة فينا نخبركم إنه نحن درنا نتعرف على هؤلاء الطلاب اللي هني مشاركين بهيدا الاعتداء وبهذا الوقت ملأينا We have no evidence ملأينا إنه في شي بدل على إنه هذا الهجوم كان مبني على أساس عرقي أو ثقافي أو ديني يعني ما عم بيقولوا منه جريمة كراهية بالنسبة لهم يعني حسب ما عم بيقولوا هذا الموضوع وعم بيقولوا إنه هن رح يأخذوا الخطوات المناسبة لحتى يحموا الطلاب وحتى يتأكدوا إنه القوانين رح يتم تطبيقها في المدرسة وبيتشكلوا المجتمع هونيكي وبيقولوا إنه هذا حادث مأساوي ونقطع على السطر أكيدة مثل ما قلنا لكم يعني الإعلام الأمريكي ضاجج بهذا الموضوع تفاهمين كيف؟ خاصة إنه نحن هلأ بوضع حساس مثل ما بتعرفوا عمليات الكراهية وجرائم الكراهية في الوات المتحدة الأمريكية ارتفعت مش بس على المسلمين هيدا تقرير من الـ FBI طلع من مكتب التحقيقات الفيدرالية الـ FBI طلع تقرير رسمي حكى عن هذا الموضوع قال إنه هناك ارتفاع في جرائم الكراهية في الوات المتحدة الأمريكية إن كان ضد المسلمين أو اليهود أو غيرهم من الأقليات ولكن خاصة ضد المسلمين واليهود في الوات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الإسرائية على غزة اتفقنا؟ طيب شو صار؟ كان هناك منظمة كير منظمة كير فهمين كيف اللي هي مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية عندهم فرع بشيكاغو كير عم بيقول إنه نحنا مش مصدقين إنه هذا الموضوع هو بس موضوع تنمر ونحن بنعتقد إنه هايدي جريمة كراهية وإنه هاودي الطلاب اعتدوا على هايدي الطالبة وشلحوا الحجاب تبعها ودفشوها وتضحكوا عليها وصوروها لأنه هي محجبة وطلب إنه التحقيق يكون على هيدا الأساس يكون على أساس إنه هايدي جريمة كراهية مش عملية تنمر مش بوليينج لا تكون جريمة كراهية وطلب من السلطات ومن الشرطة إنه يدخلوا بهيدا الموضوع وإنه يصير فيه تحقيق جدة والتحقيق يكون على أساس جريمة كراهية مش على أساس عملية تنمر تمام؟ طيب الشرطة يعني الشرطة المفروض عم بتقوم بتحقيقاتها بس لحد هلأ بعد ما صدر ولا بيان من الشرطة فيما يتعلق بهذا الموضوع إخواننا كان أيضا يعني مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كان عم بيقول إنه هايدي البنت هي من المملكة العربية السعودية وإنه هي انتقلت لهيدي المدرسة من شهرين فقط طيب نحن عملنا اليسوش متلو بتعرفوني أنا بس 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 بقرأ من مصدر واحد بنقرأ من عدة مصادر ونجيب لكم الخبر كامل كما هو السفارة السعودية أكيد البيان صار موجود قدامنا أخذناه من الإخبارية السفارة السعودية بيئة الولايات المتحدة الأمريكية عم بتقول خلينا نقرأ نحن وياكم كن إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل بشأن تعرض طالبي بأحدى المدارس بمدينة شيكاغو لإعتداء لفظي وجسدي ذو دوافع عنصري وما تمت الإشارة إليه بأن الضحية هي مواطنة سعودية نفيد بأنه لم تتبين أي معلومات تشير إلى أن الضحية مواطنة سعودية كما أنه لم يرد إلى السفارة أو القنصلية أي بلغات عن تعرض أي مواطنة لإعتداء بالحادثة المشار إليها وسنستمر بمتابعة الموضوع للتسبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة ونؤكد حرصنا على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات بالأراضي الأمريكية كيف انتهى بيان السفارة السعودية بأمريكا وبالتالي كار عم بتقول هيدا البنت من السعودية السفارة عم بتقولي لحد الآن ما أنه نمأكدين ما وصلوا مبلغ أنه هيدا البنت سعودية يعني ولكن نكنه هي سعودية ولا نكنه سورية ولا نكنه لبنانية ولا نكنه شو ما كانت هناك اعتداء وهيدا مؤشر خطير اسمحوا لي بهذا الموضوع يعني صراحة يعني لما بيجوا هون خليني أنا من اللي صار اتفقنا أنه المدرسة عم بتقول هيدا حال التنمر الشرطة عم بتحقق بس بعد لحد هلأ ما طلعش منهم أي بيان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عم بيقول هيدا حالة جريمة كراهية وجريمة عنصرية طيب خلينا نحن وليكن نحكي عن هذا الموضوع عم بننهي برسالتنا للجالي ورسالة مهمة جدا أولا هيدا الموضوع عم حضر له من الطلاب يعني مش معقول يجمعوا هالطلاب كلهم بنفس الوقت وكلهم مجهزين كاميراتهم عم بيصوروا من عدة زاوية من عدة انجلز بدون ما هن يكونوا متفقين عليها لهيدا البنت وبالتالي هيدا البنت مستهدفة هلأ ليش هيدا البنت مستهدفة بالتحديد نحنا بنعمل أنا بشتغل بمجال التعليم بنتعامل مع طلاب صلاة لأكتر من 16 سنة في عدة أسباب في عدة أسباب من هوني كتير مهم ان الشرطة تدخل وتعرف شو السبب الحقيقي لهيدا الموضوع لأنه أول شي انتو نزعتول حياتها لهيدا البنت هيدا البنت معاش فيها تفوت على المدرسة لهوني نعم يا مدير يا مشرف انه هي ما عنداش أزا جسدي ولكن دايما الأزا النفسي أطخم وأصعب من الأسج جسدي صور انت ابنك أو بنتك قاعد على الأرض وواحد ضربوا بكسوا حطوا على الأرض وشلحوا حجابه إذا هو عنده حجاب وقاعدين كل الطلاب عم يتمسخروا عليه وعم بيصوروه وعم بيتضحكوا شو هالاستلشاء من المدرسة هيدا انساني جريمة عنصرية انساني جريمة عنصرية طلع على هيدا الطالبي ككائن كطفل شو طالبي بصف السابع متوسط بعد طفل هيدا وبالتالي المدرسة مستلشأ بهيدا الموضوع وبدنا ننتظر الشرطة شو بدأت قول ولكن على ما يبدو من المبين المشاهد اللي احنا حضرناهن نعم شكله هناك دافع عنصري ودافع كراهية ضد هيدا البلد من هون رسالتي للجري الموجودة بشيكاغو وخاصة بهديك المنطقة وين كنت لحد هلا أنا طلعت رحت على الجروبات تبعكم طلعت بشيكاغو وين مش بنظمين يعني شيء انتو يعني وين الوقف الاحتجاجية اقلها وين البيانات ان المراكز الاجتماعية والمراكز الدينية في شيكاغو وضواحيها بعطولنا ايهن كتير مهم الجيرية ما تسكت عن هيدا الموضوع لانه هيدا بكرا بيمتد على طلاب تانيين ومدارس تاني شفنا شو صار بشيكاغو بالطفل وديع 26 طعني بيصدروا للصبي من ورا العنصري هيدا موضوع ما بينسكت عليه هلا قضت الحال البنت متأزت جسديا بس لا سمح الله بيئة المستقبل هل نحنا بنضمن إذا نحنا متحركنا كجالية وفهمناهم لهيدا المدرسة وتكون عبرة للمدارس التانية انه ممنوع الاستهوان بهكذا موضوع ممنوع الاستهوان بهكذا موضوع لازم الجالية لازم المراكز الدينية الجمعيات الاجتماعية الجالية بشكل عام الأهل إن كانوا بتعرفوها لهيدا الطالبي ولا بتعرفوهاش إن كانوا جديدي عليكم ولا منا جديدي عليكم اللي صار عليها هلأ ممكن يصير عولاتكم بعدين واللي مرق هلأ بكفان وفيديو بكرا لو سمح الله يمكن يصير فيه إصلاح يستعمل فيه وبالتالي الجالية الموجودة بشيكاغو وبإلانويل لازم تتوجه رسالة واضحة للمدرسة وللمدارس التانية وتعمل وقفة احتجاجية والطالب بإنه يصير فيه تحقيق وتابع التحقيق اللي عم بتقوم فيه الشرطة إذا فيه تحقيق من الشرطة أقل الإيمان إنه تعمل وقفة احتجاج أقل الإيمان ونفس الموضوع يعني مش بالله إذا هذي الطالبة مسلمة أو محجمة ما بنقبل بهيدا الموضوع يصير على أساس عنصري ضد أي دين أو أي مذهب إن شاء الله بتكون مسيحية إن شاء الله بتكون مسلمة إن شاء الله بتكون لبنانية عراقية فلسطينية ممنوع هيدا أمر مرفوض وبالتالي كتير مهم كتير مهم إنه الجالية بشيكاغو تتحرك وتعمل وقفة احتجاج وتتابع مع الشرطة لحتى ياخدوا الموضوع بشكل جد وما يكبوه برفوف تبعا تفقنا؟ إن شاء الله هيدا الرسالة بتكون وصلت نتمنى منكم إنه تعملوا شير لهيدا الفيديو على أوسع نطاق خلي صوتنا يوصل للمعنيين أيضا لمنوا امتابعنا يعمل لايك وفولو على فيسبوك انستجرام وتيك تاك وسبسكرايب على يوتيوب أكيد دعاءنا لهيدي الفتاة اللي كانت هي ضحية لهذا الموضوع الله يكون معك وانت قوية وما تخليهن هني إنه يكسروا لك خاطرك أو يكسروا لك خاطرك بالعكس انت قوى منهم كلهم ونحن منحبك ونحن ويلوفيو ونحن معك المعتادي ضعيف انت قوية هذا كان الفيديو تابعنا والرسالة تابعنا أعطيكم العافية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر